يا معالي الوزير ما زالت هناك مشكلة فعلا تستحق الرعاية المواطن ضمن هذه الظروف ما عنده المستشفيات الخاصة ارتفاعها اسعارها غالية الحارثية ذات طبعه لو تاخد لك سنة بيت لو مسوي لك سلفة لو تشوف لك كفي اسعار فاحشة معالي الوزير والمواطن من سنوات يشتكي استاذ نجم راح أطيك معلومة يمكن هالي اول مرة صرح بيها للإعلام بالرغم من جائحة كورونا ما توفر بالعراق من أدوية ومسلزمات طبية وأجهزة طبية وأجهزة مختبرية ومواد مختبرية لم تتوفر منذ عشر سنوات شلون مثلا لم تتوفر منذ عشر سنوات والدليل اليوم مريض السرطان تقريبا أكثر من 95% من الأدوية المقررة العراقية والمستخدم روتوكولات العلاجية موجودة في مراكز الأورام ومرضى سرطان الدم أدوية الثلسيمية متواجدة الأدوية المزمنة متواجدة الأدوية البيولوجية متواجدة نعم كانت هناك مشاكل نحن عانينا أمكن بالأعوام السابقة وشتتلاحظون نسبة التغطية الدوائية 17-18% الآن بعض الأدوية جاوزنا 90-95% بالرغم من جائحة كورونا وإن شاء الله قادم الأيام سيكون التوفر مالها بشكل كامل مع ذلك مع ذلك نحن اليوم لا تنسى العراق لم تدخل به أي مستشفى منذ عام 1986 وهذا كان سبب رئيسي في قدم هذه المستشفيات ونسب الاندثار كانت عالية الآن دخول المؤسسات الجديدة مع قرار قانون الضمان الصحي أكيد سيسهم بتحسين الواقع الصحي بالعراق اليوم المراكز الطبية التخصصية يعني أنا اليوم أمس كنت في محافظة المثنى في محافظة وحدة كانت تعاني ما تعاني من مشاكل أضفنا خلال 6 أشهر أكثر من 600 سرير استحدثنا يعني خلال اليومين اللي مضوا أكثر من 7 مراكز تخصصية فيما يخص الحروق والجهاز الهضمي والأشعة التشخيصية وكذلك أمراض الكلة وغيرها من هذه التخصصات